اشتركوا في القناة يشع النور في كل الرحاب درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب كيف أحوالكم؟ معانا عشر دقائق إن شاء الله الكل يركز في العشر الدقائق هذه نتحدث فيها عن أهمية الوقت التقافة الإسلامية الدرس الثامن أخطط لوقتي هذا الدرس هو للصف السابع ما هو يا شباب عنوان الدرس أخطط لوقتي هذا هو درس اليوم ما هو أهمية الوقت وتعريف الوقت الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي الذي به يحيى ويعمل بنشاط متجدد وعزيمة ماضية لأنه أساس الحياة وعليه تقوم الحضارة ما تعريف الوقت وما تخطيطه وبين أهميته الوقت هو الظرف الزمني احفظوه ما هو تعرف الوقت إذا قال لك تعرف الوقت تقول الظرف الزمني الذي يؤدي فيه الإنسان نشاطه الذي يستفيد منه في حياته الدنيوية والأخروية إذن هو الظرف الزمني يعني من الظهر إلى العصر هذا يسمى ظرف زمني من العصر إلى المغرب ظرف زمني من العشاء إلى الفجر الظرف الزمني الذي تؤدي فيه أعمالك تخطيط الوقت تخطيط الوقت هو محاولة التنبؤ بالوقت المتاح في فترة مقبلة والأعمال المطلوبة لإنجاز هدف محدد طيب يا شاب ننتقل إلى النقطة التي بعدها وهي أهمية الوقت ليش الوقت مهم؟ ركز معي وفكر ليش الوقت مهم؟ الوقت مهم لأن الله أقسم به الله أقسم به تأكيدا لأهميتي وتعظيما لشأنه قال تعالى والفجر وليالين عشر وقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى تحفظون هذه السورة القصيرة وقال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر فالله أقسم بالأوقات بالفجر بالليل بالنهار بالضحى بالعصر لأهمية الوقت ومعلوم أن الله اقرأوا معايا هذا السطر الذي اللون الأزرق ومعلوم أن الله حينما يقسم بهذه المخلوقات فإنه يلفت نظر البشر إلى قيمة الوقت وأهميته وأن الإنسان سيسأل عنه وقد جاءت السنة النبوية فوضحت ذلك الآن باللون الأخضر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حفظ عليكم يا شباب لازم تحفظونه ركز معينا سأقرأه بهدوء على أساس تحفظ الحديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأله عن خمس من ضمن هذه الأشياء التي سيسألك الله عنها عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه أجسوت في عمرك ومن أهم الأعمار أو من أهم الأوقات وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم طيب يا شباب ننتقل إلى النقطة التي بعدها تابع أهمية الوقت من أهمية الوقت أن الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج مرتبطة بها العبادات نحن نعرف أركان الإسلام أركان الإسلام له أوقات الصلاة لها وقت الحج له وقت الصوم له وقت يعني هل يصلح لنا واحد الصوم رمضان في رجب ولا في شعبان ما يصير متى وقت الصوم في رمضان متى وقت الحج أيام الحج في ذي الحجة وابن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل صاحب الرسول ماذا قال ما ندنت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد عملي إذا لم يزد عملك في يوم هذا تندم عليه لازم تستفيد من كل يوم الآن ننتقل إلى خصائص الوقت ما هي خصائص الوقت اقرأ معي وركز معي في هذه الثمان الكلمات وهذه الثمان النقاط الوقت له خصائص واحد الوقت أغلى ما يملكه الإنسان الوقت إذا ذهب لا يمكن أن يرجع الوقت يمضي سريعا استغلال الوقت يزيد من قيمته لا يمكن تغيير الوقت أو تحويله لا شيء يمكن عمله بدون الوقت الوقت لا يمكن تخزينه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إذا لم تستغل وقتك سيذهب عليك أبين أسباب التخطيط لوقتي لماذا أنا أخطط الوقتي ما هي الأسباب ليش أنا أخطط الوقتي أولا تحقيق الأهداف عندي أهداف لازم أحققها اثنين الاستفادة من حياتي ثلاثة توفير الوقت وإنجاز العمل القضاء على الفراغ أنا فارغ لازم أقضي وقتي في شيء ينفعني أخيرا خامسا تنمية ذاتي وتطويرها لازم أطور من نفسي طيب يا شابنا ننتقل إلى الذي أمامكم مايش مكتوب أحسنتم نشاط اثنين أكتب تعليقا على الصورتين موضحا علاقة التخطيط للوقت بالتحصيل الدراسي أمامكم صورتين الصورة الأولى فوق الصورة الثانية تحت أيش الفرق بين الصورتين من يقول لي ما هو الفرق بين الصورتين شوفوا لاحظوا الصورة الأولى والصورة الثانية هناك فرق بين الصورتين سنقرأ على اليسار بعد الصورة الأولى جنب الصورة الأولى ترتيب وتخطيط الوقت يجعل الإنسان ماذا يعمل يحقق أهدافه ويطور من نفسه ويقطع على وقت فراغه وينمي قدراته إذن الأول مرتب في حياته الشخص الأول مرتب في حياته شوفوا الصورة الثانية للأسف عدم التخطيط وعدم الاهتمام بالواقع والإهمال يجعل الإنسان كسول ومضيع للوقت ولا يحقق أهدافه ويكون غير ناجح في حياته إذن هو غير منظم ومهمل في حياته الله يهدينا ويهدي هذا المهمل في حياته خطوات تخطيط الوقت صليتم على رسول الله يا شباب الله مصلي وسلم على أن خمد أول خطوة لتخطيط الوقت حدد أهدافك تحديد الأهداف إذنين تسجيل كل الأعمال المراد القيام بها سجل أنا سأذاكر من وقت كذا إلى وقت كذا رقم ثلاثة تدوين عدد الساعات والدقائق التي أحتاجها لهذا العمل أربعة إعداد موازنة يبين الوقت المتوفر والأعمال المطلومة خامسا وأخيرا حجز وقت للطوارئ الآن معنا يا شباب النقطة التي تريها وهي النشاط رقم كم ثلاثة أكتب الأشياء التي أود أن أقوم بها غدا هناك أشياء أكتبها سأعملها أول ما أستيقظ وقت صلاة الفجر أصلي الفجر أثنين وجبة الفطار ثلاثة الذهب إلى أين؟ إلى المدرسة أربعة صلاة الظهر والرجوع إلى أين؟ إلى البيت خامسا قسطا من الراحة واستذكار دروسي إذن نعيدها مرة ثانية أولا ماذا صلاة الفجر إثنين وجبة الإفطار ثلاثة الذهب إلى الدوام أربعة صلاة الظهر خامسا قسطا من الراحة أيش العلمان يا شباب؟ تقرؤوا معايا أتجنب مضيعات الوقت أنا أريد أن أستبد من وقتي لكن هناك أشياء تضيع وقتي أولا عدم وضوح الهدف إثنين التسويف والتأجيل ثلاثة سوء التنظيم أخيرا من مضيعة الوقت الفوضى لاحظوا الصور عدم وضوح الهدف التسويف والتأجيل سوء التنظيم أخيرا الفوضى هذه تضيع وقتنا وصلنا إلى النقطة المهمة أكيد جاسم ومحمد وصالح وجميع الشباب مركزين معنا هذه أهم شيء ما هي القيمة التي نستفيدها من الدرس؟ تقدير الوقت أهمية الوقت لازم نقدر الوقت الوقت هو رأس حياتك رأس مالك إذا ضع عليك الوقت يجيك الموت ترجع تندم على كل الوقت وقت الموت تندم لذلك ماذا نستفيد من الدرس كله؟ أهم شيء هو تقدير الوقت لازم نقدر الوقت وكيف نقدر الوقت؟ بالمظاهر السلوكية الثلاثة عندنا ثلاث أشياء نعملها واحد أنظم وقته اثنين وخطط لدروسي ثلاثة أبتعد عن مضيعات الوقت إذن ما هي الأولى؟ أنظم وقتي وخطط لدروسي أبتعد عن مضيعات الوقت الآن باقي معنا سؤالين ونختم الدرس شوفوا ما أحسن الدرس يا شباب عشر دقائق تستفيدوا منها في حياتكم كلها السؤال الأول أجب عن الأسئلة الآتية عرف ما يليل ما تعرف الوقت ونحن ذكرنا في أول الدرس قلنا الوقت هو الظرف الزمني الذي يؤدي فيه الإنسان نشاطه والذي يستفيد منه في حياته الدنيوية والأخروية با أكيد أن هذا السؤال سهل عليكم أكيد أكيد يعني إن شاء الله كل واحد يجيب دلل واذكر على أهمية الوقت من القرآن الكريم اقرأ الآيات التي ذكرناها الأول ما هي؟ والفجر وليال عشر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أقسم الله بالوقت بهذه الآيات السؤال الثاني ونختم الدرس يا شباب أكمل بالمناسب من أسباب التخطيط الوقت تحقيق الأهداف إذن ما هي الأسباب لتخطيط الوقت تحقيق الأهداف والاستفادة من حياتي وتوفير الوقت وإنجاز العمل والقضاء على ماذا؟ القضاء على الفراغ الذي أنتم فيه وتنمية ذاتي وتطويرها انتهينا من الدرس ما باقي معنا إلا النقطة الأخيرة وهي باء من مضيعات الوقت أي شيء تطيع الوقت؟ سوء التنظيم عدم وضوع الهدف التسويف والتأجيل والفوضى أحسنتم يا شباب تم بحمد الله وتوفيقه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين